أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الغزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبه العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما دكذبان خلق الإنسان من صفال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربك ما دكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما دكذبان مغج البحرين يلتقيان بينهما بعزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما دكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء ربك ما دكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما دكذبان كل من عليها فان ويبقى وجح ربك والجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما دكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما دكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما دكذبان يا معشق الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأعز فانفذوا لا تنفذون إلا بسوقان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من ناغ ونحاسه فلا تنتصغان فبأي آلاء ربك ما دكذبان فإذ انشقت السماء فكانت غردة كالدحان فبأي آلاء ربك ما دكذبان فيومئذ لا يسأل أن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربك ما دكذبان يغرف المجرمون بسيماهم فيؤقذ بالنواسط والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما دكذبان وواتا أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما غينا لتجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من كل فاقهة زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على فرش مقائنها من استبغط وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن كاسغات القرف فيهن كاسغات القرف لم يقمثهن إنس قبلهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن الياقبوت والمغجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان غل إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يقمثن إن صوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان